انطلب مني كتير وصفة كيك اسفنجي تكون بدون فصل البياض عن السفار النهاردة ان شاء الله حبيت اقدم لكم وصفة هتعجبكم جدا رائعة الكيك بيطلع منها زي السفنجة بالزبط طري جدا حش جدا جدا طعمه مظبوط سكره مظبوط يعني هتعملوا بيه احلى طرطة وتقدروا كمان تكلوه لو مش حابين انكم تحشوه بالكريمة او انكم هتزينوه ان شاء الله هيكون فيه معلومات هتفدكم عن الكيك الاسفنجي سواء هتطبقوا الطريقة دي او هتعملوا الطرق اللي انتم معتمدينها فاتمنى انكم تسمعوا الفيديو بالكامل قبل ما نبدأ معاكم دعاء زغلون ولو اول مرة بتشوفوا فيديوهاتي ما تنسوش تشتركوا بقناتي على اليوتيوب وصفحتي بالفيسبوك عشان يوصلكم دايما كل جديد باذن الله المكونات عندنا بيض وفانيلا زبدة حليب سكر حبيبات ودقيق كل المكونات هسيبها في صندوق الوصف ضروري تتطلعوا عليه كمان هكتب كل محتوى الفيديو في صندوق الوصف في بولا عندنا هنزل بيه البيض وعليه السكر ومعلقة الفانيلا وصفتنا هنا معتمدة اني هسخن الخليط بتاعي لحد ما يوصل لدرجة حرارة 40 ما حدش يتخدم الشرط اننا هنحتاج ليه ترمومتر حراري 40 دي حرارة من حرارة يعني قريبة لحرارة جسمنا فاحنا هنلمسها بادنة وهنقدر نحس بالخليط الهدف من تسخين الخليط عندي السكر يدوب كويس ده هيساعد الخليط انه يهيش معايا بشكل افضل ويدخل هوا كويس للكيك ولون الكيك معايا يكون افتح والكيكة تكون حشة هنستمر في تقليب الخليط وكل كم دقيقة كده هلمسوا واشوف يعني ايه دي متحملية ولا لا يعني 40 دي يعني بالضبط احنا حرارتنا بتبقى 37 37.5 فاربعين دي قريبة لنا خلص قادرين ان احنا نتحملها لو عندنا ترمومتر هيبقى تمام جدا اول ما هوصل للاربعين خلاص انا هرفع الخليط من على النار قبل ما اشتغل في خفق الخليط عندي هنجيب طبق وحط فيه الحليب والزبدة وحلتنا اللي نزلناها من على النار هي لسه سخنة هنحط فيها الطبق ده هنسيبهم لحد ما نخلص خفق هتكون الزبدة دابت فيه الحليب وهنشوف بعد كده هنستخدمهم ازاي طبعا خليط البيض والسكر اللي احنا لسه منزلين من على النار لسه سخنة مش هنسيبه يبرج هنشتغل على طول في الخفق هنخفق اول دقيقة على سرعة هادية اول ما البيض يبتدي يعمل البابلز اللي احنا شايفينها دي هنعلي السرعة ونضل نخفق لحد ما هنشوف الخليط هيتطور معانا ازاي طبعا انا الفقعات الهوى هي ظهرت عندي وانا غيرت سرعة المضرب زي ما قلتلكو بس انا مش هتحسوا بالسرعة القليلة والسرعة العالية لان انا مسرعة في الفيديو فدايما طول الوقت هتحسوا ان الخفق على السرعة لكن انا بدأت على سرعة قليلة بعد كده عليت السرعة وهنرجح في الاخر زي ما هتشوفوا معايا كمان هبتدي اقلل السرعة لما بحس ان الخليط عندي هاش بختبره وابتدي ارسم عليه زي ما احنا شايفين كده الرسمة بتروح بسرعة ده معناه ان الخليط لسه محتاج خفق هنخفق فيه لحد ما نوصل للقوام اللي ارسم على الخليط الرسمة تعود بعض الثواني محتفزة بنفسها ما تختفيش ده وقتها يكون الخليط عندي بقى تمام وبوقف بعدها بدقيقة خفق زي ما انتو شايفين معايا كده انا برسم والرسمة بتفضل موجودة شوية محفزة على نفسها وبعد كده بتختفي انا كده الخليط عندي بقى قوامه كويس هخفق دقيقة على سرعة هادي خالص علشان ده بيبقى عندي فقعات هواة على سطح الخليط كده الخفق الهادي ده هيخلي الفقعات دي تروح والخليط هيكون املس معانا وكويس جدا بعد كده هنزل بالدقيق على تلت مراحل نكون نخلين الدقيق مرة قبل ما نشتغل وننخله مرة تانية وقت الشغل ده هيكون اكيد نتيجته افضل وهقلب بالشكل ده وبهدوء يعني هتلاحظوا بعد كده انا بقلب بسرعة ده بس تسريح في الفيديو لكن انا شغالة بهدوء زي ما انتو شايفين دلوقتي حابة وضح ان بلاش نلتزم بمدة معينة للخفق بنسأل يعني نخفق قد ايه خمس دقايق عشر دقايق بلاش الالتزام بمدة لان يعني اختلاف المضرب على العجان من نوع من مركة لمركة كل ده بيختلف معانا فاختبار الخليط ذات نفسه اللي بنرسم على الخليط ونشوف هو وصل للقوام المطلوب ولا لأ هو ده اللي انا اعتمد عليه وبناءا عليه انزل بخليط الدقيق مش الالتزام بمدة خفق معينة نيجي لاخر مرحلة وهي الحليب والزبدة زي ما انتم ملاحظين ان الزبدة دابت تماما خلاص من السخونة بتاعة المية عندنا لو جينا شفناها على الترمومتر هنلاقيها هنا الدخلة على حوالي سبعة وخمسين ودي المفروض الدرجة الحرارة المظبوطة تكون ما بين الخمسين والستين مش محتاجين لترمومتر برضو في العموم انتم طلعوا الحليب والزبدة من التلاجة واستخدموهم زي ما انا عملت كده بالزبط على ما تخلصي خفق الخليط هتلاقيهم دابوا وبقوا بالشكل ده واستخدميهم وانتي مش قلقانا هاخد معلقتين من الخليط ادوبهم في الحليب والزبدة وبعد كده انزل على الخليط كله اكيد كلنا عارفين ان الحليب السخن بيكون يعني بيخلي نتيجة الكيك اكتر من رائع واحنا سخنا معا الزبدة والنتيجة ان شاء الله تعجبكم وتكون جميلة جدا المقدارة عندي مناسب للصينية مقاس 18 او مقاس 20 انا هنا مستخدمة مقاس 18 هصبه فيها الخليط وهقلبه زي ما احنا متعودين بعود خشبي واخبط الصينية خبطتين او ثلاثة عشان نخرج اي هوا فيها وبعد كده بدخلها فرن مسخنينه قبل بربع ساعة على درجة حرارة 160 لمدة 45 دقيقة بعد كده هنخرجها من الفرن هتخرج معانا الكيك الجميل ده صحيح ارتفاعه مش بيكون بنفس ارتفاع الكيك اللي بمحسن او بيكينج بودر ارتفاعاته بتكون دايما بسيطة حوالي 2 سنطي لكن يكفي القوامل هش الاسفنجي الجميل جدا اللي نحصل عليه من وصفة صحية يعني ما فيهاش اي محسنات او حاجات ضرة هي هنا سخنة جدا انا حبيت يعني نقطع اول شريحة كده عشان نشوف السوا بتاعتها وبعد كده بحب اسبها تبرد في الجو الغرفة مش معرضة للهواء بغطيها بالشكل ده تبرد براحتها وفي نفس الوقت تفضل محافظة على طروتها ما تنشفش من الهواء هقطعها معاكم زي ما انتم شايفين بجد يعني نادرا ما بتحصل فرفيت يعني فيه ناس بشوفها وهي بتقطع الكيك بيبقى فيه يعني فتفتت من الكيك كتيرة جدا هنا لا خالص والكيك كمان سخن جدا لسه ما بردش لو برد هتبقى النتيجة افضل من كده بكتير وزي ما انتم شايفين الكيك اسفنجية ازاي ويعني انا بهدلتها معايا عشان تشوفوا قد ايه هي جميلة مش بتقصر ومش بتتفرفت فان شاء الله تجربوها وباذن الله تعجبكم واتمنى ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة خدمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته